بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيبي عاملين ايه النهاردة هنعمل السمك البولي المشوي بطريقة خطيرة جدا وبالشكل المميز اللي احنا شايفينه ده ويلا مع بعض ندخل نشوف هنعمله ازاي اول حاجة طبعا هنجهز التدبيلة بتاعتنا اللي هنحطها على السمك المشوي بعد ما يتشوي ان شاء الله وهي عبارة عن فلفل حامي وفلفل بارد ومعلقة من الكزبرة المفرومة كده ومعلقة من الجزر المبشور ومعلقة من التوب بالاضافة طبعا للتوابل هنقولها دلوقتي هننزل في الكبه بتاعتنا زي ما احنا شايفين بالفلفل الالوان الحامي بس هنستنى بالكزبرة والجزر هي كده كده مبشورة ومتقطعة صغير هننزل بقى كمان بمعلقة التوم وكمان هننزل بمعلقة كبيرة جدا من الملح ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الكمون دي التوابل بتاعتنا اللي هنضفها على السمك هنفرومهم في الكبه كده بعد ما فرمناهم هننزل عليهم بحوالي كباية مية كده يعني تقريبا كباية لربع من المية ونقلب كويس علشان الملح يدوب معنا وبعد كده نقلبهم وننزل بيهم كويس جدا نقلب لحد ما الملح يدوب في بولا كده وننزل بقى بالجزر المبشور وكمان الكزبرة التدبيلة دي خطيرة جدا وسبايسي كده وبتودي السمك في حتة تانية خالص لسه كمان هنضيف بقى اللمون بتاعنا بنعصره كده على التدبيلة علشان يساعد طبعا نحنا ننتصد كل المواد الغذائية والحديد والصحية الموجودة في السمك او في الوجبة بتاعتنا وكمان بيضيع ريحة الزفارة تماما التدبيلة دي قبل ما نحط عليها المية ممكن تتدبيلي بيها السمك ناشف لو بتحب السمك ناشف ومش بتحب يتبليه غسل السمك بتاعي طبعا من الخيشيم ومن جسمه من بره كده ومخليها زي الفل وطبعا ولعت الفرن بتاعي زي ما احنا شايفين ومن تحت ومن فوق ومش هحط السمك في الفرن الا لما اختبره كده لازم استنى لما يسخن جدا وارمي فيه شوية ردة علشان اتأكد انه هو سخن قوي لو الردة تحرقت يبقى السمك الفرن تماما ادراش ويفيه دلوقتي بحط السمك بتاعي بعد ما بدرته كده بالردة اللي هي نخالة الدقيق وابتدي اقفل عليه شوية حوالي عشر دقايق لحد ما يحمر من تحت السمك ما بنقلبهوش خالص الا لما ياخد لون من تحت كويس جدا زي ما احنا شايفين وبعد ما اخد لون قلبته على الوش التاني ده الناحية اللي كانت تحت هي اللي فوق دي دلوقتي وقلبته لان لو قلبناه قبل ما يحمر كويس من تحت بتكسر ويطلع مش مستوي او يعني يتهدر معنا ويبقى شكله مش كويس هنجيب التدبيلة بقى التحفة اللي احنا عاملينها السبايسي الحلوة اللي كلها الوان تفتح النفس دي وننزل بيها كده على السمك بتاعنا اللي طالع من الفرن سخني لسه مولع والتدبيلة بردة يوم السمك يشرب منها وياخد كل النكهات اللي موجودة في التدبيلة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن مفيش اشكال ولا الوان احلى من كده ما شاء الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وكنا عذاب النار المفروض دايما كده نشكر ربنا على كل نعمة انعمها علينا علشان يزدنا ولان شكرتم لأزيدنكم ربنا يبارك لنا جميعا في ارزقنا واقواتنا ويرزقنا دايما شكره وحسن عبادته ودا كان يومنا النهاردة قدمنا السمك الماشوي الخطير ده شايفين معايا من قريب شاكل ويجانين ازاي والطعم تعدى مرحلة اللزازة هنقدمه زي ما احنا شايفين شاكله خطير ويفتح النفس جربوه على طريقتي عملت جنبه السلطة الخضرة وكمان سلطة الطحينة وببغي النوج والرز الابيض زي ما احنا شايفين ودا كان يومنا النهاردة ان شاء الله يارب يكون النهاردة الفيديو خفيف على قلوبكم ولطيف كده وتدعموني بقى بلايك وشير وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم مني كل جديد وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته